وينضم إلينا من واشنطن سيد ديفيد بولوك المحلل السياسي سيد بولوك هل من ملامح أو تسريبات جديدة لهذه الخطة؟ أم يجب أن ننتظر غداً اجتماعين مفصلين ترامب نيتنياهو وترامب جانس لنعرف تفاصيل هذه الخطة؟ طيب الحقيقة أن هذه النقطة مهمة جداً الاجتماعين المختلفتين التي سوف تكون بين ترامب ونتنياهو وبين المعارض الرئيسي لنتنياهو داخل إسرائيل بن يامين جانس الحقيقة أن هناك خلافات داخلية عميقة حتى داخل إسرائيل بنسبة لهذه الصفقة وهذا المشروع البرنامج الأمريكي الجديد من قبل إدارة دونالد ترامب والمعارض لنتنياهو أنا أقايم شخصياً هو في أمام مأزك سياسي هو لا يمكن أن يرفض مطلقاً برنامج أمريكي لأن العلاقات الجيدة بين أمريكا وإسرائيل ضرورية لإسرائيل من قبل الأمن القومي أو الوطني الإسرائيلي ولكن في نفس الوقت بن يامين جانس يخالف عن دمج أو اندماج أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل رسمياً ويخالف عن بعض البنود الأخرى في هذا البرنامج الأمريكي بحيح لاش لا يرفض لا بالعكس لو سمحت يا مديرة الحقيقة أنه بن يامين جانس يرفض اندماج أغلبية أراضي الضفة الغربية والمستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية هذا حسب النظرية المختلفة لدى الحزب كحول لفان الحزب لديه لدى بن يامين جانس ويخالف عن نتنياهو واليمين الإسرائيلي بشدة لكن قبل الانتخابات الإسرائيلية وبعد هذه الدعوة من البيت الأبيض من السعب له أن يرفض بشكل علني الدعوة من الرئيس الأمريكي أو أن يقول بشكل واضح أنه يرفض اندماج الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل هو رفض في سابق هذه الدعوة ولكن عادة عن عدر طيب سيد ليفت لأن الوقت يدهمون قلت أن هناك خلافات داخل إسرائيل وهذا ليخفى على أحد هل يعمل الجانب الأمريكي الآن على ترتيب البيت الداخلي الإسرائيلي من خلال الإعلان عن هذه الصفقة ومن خلال دعوة جانس ونتنياهو نعم بدون شك هذا طبعا غير رسمي من قبل البيت الأبيض أو الإدارة الأمريكية لكن الخبراء الأمريكان وأنا شخصيا نحن نقيم أن هذا نعم من محاولة التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية السياسية الإسرائيلية لصالح نتنياهو أو على الأقل لصالح اختمال ثاني وهو إقامة بعد الانتخابات الإسرائيلية في ابتداء شهر مارس المخبل إقامة حكومة واحدة وطنية المعنى حكومة الحزب التابع لنتنياهو حزب الليكود والحزب التابع لبنيامين جانس المعارض حزب كخولة فان أو الأزرق والأبيض باللغة العربية نعم حكومة مشتركة مخلوطة بين الحزبين العظمين الإسرائيليين ونحن نتمنى ذلك من أجل سياسة إسرائيلية أكثر مرنة بعد هذه الانتخابات وأنا أعتقد أنه هذا كمان الهدف الأمريكي ما وراء الستار غير علني لكن حقيقي شكرا جزيلا لك من واشنطن سيد ديفيد بولوكا المحايل السياسي شكرا لك